بغير ذنب وجد هؤلاء النازحون أنفسهم بلا مأوى بعد أن تركوا مساكنهم وأمتعتهم وفروا من الحرب من مدينتي حرض وميدي التي تدور فيهم المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوث والمخلوع قطعوا المسافة غربا ليستقر بهم الحال في منطقة الزاهر بمديرية اللحية التابعة لمحافظة الحديدة حيث نصب هؤلاء النازحون الأكواخ التي تجنبهم ولو شيئا يسيرا من مرد الشتاء لكن يبقى أيضا الفقر والجوع والحرمان رفيقهم في رحلة الهروب من الحرب إلى حرب من نوع آخر لا خدمات هنا ولا أدنى مستوى للعيش يمكن أن يشعر معه النازحون بالاستقرار حتى الجهات المسؤولة عن إغاثتهم والمنظمات المعنية لم تنقل معاناتهم وهي المعاناة التي ترسم واقعا جديدا يزداد بؤسا كل يوم صار هؤلاء النازحون رقما جديدا من أرقام الفارين من القتال في مناطق الصراع وضمن قائمة تتسع أكثر فأكثر كلما اشتدت الحرب